بسم الله الرحمن الرحيم ونثبتنا على هذا المجلس الطيب المبارك مع تدبر آياته جل وعلا رجينا من الله عز وجل أن يتحقق فينا ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وما جتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده ونواصل مع تأملات كرآنية وبصائر تدبرية مستفادة مما كتبه السلف والخلف رضي الله عنهم أجمعين ومع بداية الجزء الثاني من الختمة الثانية بفضل الله تبارك وتعالى قال الله جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن كبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم العقول السفهة في كل زمان ومكان لا تفتأ تعترض على شريعة الله تبارك وتعالى وتورد الأسئلة على أحكامها غمزا منها وانتقاصا ثم دولت أهل الزيغ وأهل الضلال وأهل الانحراف في كل زمان ومكان دايما يسألوا هو ربنا أمر بكذا ليه هو ربنا عايزنا نعمل كذا ليه الأمر أو الأصل إننا إن تبينت لنا الحكمة من أمر ما فبها ونعم وإن لم تتبين لنا الحكمة فما علينا إلا الامتثال والاتباع لما أمر الله تبارك وتعالى وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رزقك الله تبارك وتعالى تسليما لأحكام شريعته فتلك بعض أنوار الهداية التي غمرك الله تبارك وتعالى بها يبقى دانوع من أنواع الهداية الهداية ثلاث أنواع هداية البيان والإرشاد وهداية التوفيق وهداية التثبيت فنعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى إن ربنا نرزقك الامتثال والتوفيق والتسليم لما أمر الله تبارك وتعالى به وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليوديع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم ينقلب على عقبيه يعني إيه؟ يعني إيه ينقلب على عقبيه؟ من يقول؟ ينقلب على عقبيه؟ بمعنى الارتداد بسيخلي بالك في اللفظة القرآنية هنا قال الله عز وجل خلي بالك لو قلنا برضو بمعنى يرتد ما هو يرتد دي جاء وردت في القرآن وإحنا أتعلمته من العلماء ربنا بارك فيهم علماء التفسير أنه إذا ورد لفظة في القرآن ورد اللفظة اللي أنت بتقول أن معناه بمعنى كذا وردت برضو في القرآن اللفظة الثانية كمان فاعلم أن هناك فرق بين هذه وهذه يعني مثلاً في سورة الرحمن هناك الكثير يؤول قوله تبارك وتعالى فبأي ألاء ربكما تكذبان ألاء هنا بمعنى إيه؟ النعم كله بيقول كده بمعنى النعم كما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لفظة النعم في القرآن وذكر سبحانه وتعالى إذن فهناك فرق بين الألاء وبين النعم طيب إيه هي النعم وهي الألاء على مناسبة يعني بيجي الكلام النعم الله عز وجل قد ينعم عليك نعمة ولكن ربما هذه النعمة لا تستمر يعني نعمة مؤقتة تظل معك فترة وبعدين تزول الألاء هو برضو بمعنى النعم لكن مع استمرار هذه النعمة ولذلك تكررت هذه اللفظة في سورة الرحمن يعني إيه كم مرة كثير كم مرة تقريبا 32 حاجة زي كده فبأي ألاء ربكما تكثبان يعني نعم الله تبارك وتعالى التي تتوالى وتطرى على عباده جل وعلا ولا تنقطع سبحانه جل وعلا يبقى شفت الفرق ما بين اللفظة دي واللفظة دي طيب هنا ينقلب على عقبيي بمعنى إيه هم كتبين هنا في تأسير يرتدوا عن دي بس تخلي بالك هي أبلغ من الارتداد أبلغ من إيه من الارتداد تخيل العقبيي فين العقبيي يا شكماك دي العقبيي فين يرتد تخيل كأنه كده واحد ماشي مستقيم وبعدين وقع كده انقلب إيه للخلف والله أعلم حصل له إيه زي شألابة كده سبحان الله جل وعلا ممكن ارتد وارجع نعم النبرة العقل التالي ممكن مرجعش خاصة سبحان الله يعني وصل لدرجة عالي ما هو لما وقع وارتد على رقباء اللي حصل له ما هو ممكن يكون تكسر ها شيخ سمرة ممكن يكون العمود الفقر حصل له حاج والكمال رب دي شفاك الله عفاك يعني سبحان الله يبقى صعب ان الأمور ترجع زي ما كان التالي فلذلك اللفظ القرآني هنا ينقالب على عقبه يعني يرتد عن دينه ويأبلغ من الارتداد ومن تحقق بالإسلام تحقق بالخيرية المتسمة بالوسطية والاعتداد فلا غلوة فيها ولا جفاء ومن حق من سلم من هذين أن يكون متبوعا وأن يجعل أو يجعل مقياسا وشاهد والدين دين الإسلام سلمة من هذه الأشياء واتسم بالوسطية والاعتداد وعلى عاطك هذه الأمة مهمة عظيمة جليلة هي الشهادة على الأمم ده بقى تشريف الله عز وجل لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه من أن هم يشهادوا على جميع الأمم وتكليفا من الله عز وجل وتشريفا فما أحراها فما أحراها أن نكون أو أن نكون أنا وأنت أهلا لهذه النعمة العظيم في الشهادة على الأمم إشارة إلى تحذير المؤمنين من أن يزيغوا بعد الهدى كما زاغ الذين من قبلهم فتقوم عليهم الحجة كما قامت على أولئك وسيكون الرسول صلى الله عليه وسلم علينا شهيدا أمام الله تعالى وأمام الخلائق أجمعين أترانا أعددنا لهذا اليوم عدته إحنا أعددنا العدة لهذا اليوم يوم أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم علينا وعلى جميع الأمم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال العبد الله بن سعود اقرأ عليه قرآن فقال له عبد الله أقرأ عليك وعليك أنزي من يقرأ على من المفضول يقرأ على أفضل خلق الله تبارك وتعالى أجمعين نعم قال إن أحب وأسمعه من غير فقرأ عبد الله بن مسعود من بداية سورة النساء حتى بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة إلا حصل فإذا بإنبس الله صلى الله عليه وسلم عينه تذرفان صلى الله عليه وسلم تواضعا وبكاء على أمته وعلى جميع الأم أنه سيشهد عليها بين يدي الله تبارك وتعال والحديث دا العلماء أخدوا منه واستنبطوا منه حاجات كتير خالص مهما تكون أنت بلغت درجة عالية من إتقان الكراءة فلا تمنع نفسك هذا الخير والاستنان بسنة النساء صلى الله عليه وسلم إنك أنت تسمع الكرآن من غيرك وحب أن أسمعه من غير دي شد تحتها خطين كده ورد استماع الكرآن الكريم حتى لو لك أنت ورد كراءة لازم برضو بقاليك ورد استماعه لعله يكون أخشع للقلب والذي يقولون مثل القارئ والسامع كمثل الحالب والشارب سبحان الله جل وعلا طيب حاجة تانية برضو من الحديث النبي على السلام قال له طب صدق هنا ولا قال له حسبك حسبك قال لك برضو صدق دي بضع لم ترد عن الصحابة رضي العالم مفيش وراء صحابي كان بيقول صدق الله العظيم بعد تلاوت الكرآن الكريم والكلام دي لكن هي تأويل جاء في الأزمنة لإيه قال المتأخرة لقوله تعالى قل صدق الله فقال لك يبقى نقول صدق الله وهذا مخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سبل الطرفة كنت رايح مشوار كده من كم يوم كنت رايح الجامعة جامعة الأزهر فجيت أمام الجامعة فأنا جاي أقول له إيه بقول لي السواق بدل ما قوله وقف هنا قلت له حسبك يعني إك من معاود للطلبة بتكرأ علي فبقول للطلب لا إيه حسبك عشان يقف يعني فهنا قلت له السواق حسبك وبعدين قلت بعدها دهكت يعني قلت إيه ده أنا بقول له إيه يعني سبحان الله لفظة بكون يعني إيه اللسان بتعود عليه وسيكون الرسول صلى الله عليه وسلم علينا شهيدا أمام الله عز وجل ومن حكمة تغيير الأحكام ابتلاء صدق الإيمان فعلى العبد أن يكون عبدا لله حقا أينما يوجهه توجه ومن هده الله عز وجل عرف حكمة ذلك وأدراك فضل التشريع في الحالين وإن في تسمية الصلاة إيمانا تعظيما له وإذانا برطبتها العالية من الإيمان ربنا سمى الصلاة هنا إيمان تابل لترك الصلاة يبقى ذهب على الإيمان بتاعه عمل إيه يبقى كأنه ترك الإيمان ترك الإيمان ربنا قال وما كان الله ليضيع إيمانك سمى الصلاة إيمانا لأهمية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الخمسة إقامة الصلاة ولا تقلق فإنه لا يضيع عند ربك تبارك وتعالى من عملك شيء كيف وهو الرؤوف الرحيم وإذا كان الابتلاء يعني مظهر حكمته تبارك وتعالى فإن جتياز البلاء فضل رحمته تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء ربنا شايفه مطلع ولا لا وإنت بتوجه نظرك هنا وهنا وبتبص هنا وهنا ربنا شايفك وعارف اللي بيدور في تفكيرك من جوة سبحانه جل وعلا خلي بالك إنه يطلب من الله عز وجل ولكن الله تبارك وتعالى اطلع على ما في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله تبارك وتعالى له وذلك يعني ايه من شغله ذكر الله تبارك وتعالى عن المسألة أعطاه الله عز وجل أفضل ما يعطي السائلين أنت بتفكر في حاجة جواك وحاجة شغلاك بس انت طائع اللي عز وجل ذكر الله تبارك وتعالى الله عز وجل يستجيب لك بدون من أن تطلب سبحانه جل وعلا فلن ولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطر وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون أنعم به من أذب مع الله عز وجل من صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم فإنه لم يسأل ربه تحويل القبلة إلى الكعبة مع تشوفه صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وشدة رغبته أو تشوقه إلى ذلك وشدة رغبته واكتفى بالانتظار إن الله عز وجل ليطلع على رغبة عبده وصدكه في أمر من أمور الخير فيفتح له أبوابا واسعة إلى ذلك الخير ويحقق له ما يرضى سبحانه جل وعلا أمر الله عز وجل نبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه شطر الكعبة ثم أتبعه بأمر المسلمين كافة بذلك حيث كانوا وهذا من كمال التعليم والتوجيه دفعا للإهام ومنعا لورود الاحتمال وهي قبلة واحدة تجمع هذه الأمة من أقصاها إلى أدنى وتوحد بينها على اختلاف أعرقها وأجنسها فتحس أنها جسم واحد تتجه إلى هدف واحد وتسعى لتحقيق منهج واحد يعني الأمة كلها بتتوجه إلى الكعبة يبقى الهدف بتاع الأمة كله هو هدف واحد واستشعر تعظيمك للمسجد الحرام وأنت تتوجه إليه من بعيد وكأنك تتوجه إلى عين الكعبة من قريب وليزده عظم في نفسك وصف الله عز وجل إياه بالحرام ومن اعترض على من يعلم أنه الحق معه فلا مبالاة بقوله ولا أسف على مقالته مقولته وأمره إلى الله عز وجل الذي يجازه على سوء عمله تبارك وتعالي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارة الكعبة المشرف وأن لا يحرمنا الله تبارك وتعالى من دخول هذا المكان بذنبنا ومعاصينا سبحانه جل وعلا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تابعوا قبلتك وما أنت بتابعين قبلتهم وما بعضهم بتابعين قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين هتلاقي كلمة العلم عليها كده لا لا دي يعني إيه يعني إلا توقف ما تأفش هنا لما تشوفها أوصلها باللي بعده ليتفطن المسلم إلى سبب مخالفة الناس لدعوته حتى لا يجهد نفسه في طريق غير مجدي وليقابل كلا بما يصدحك يتوجه الوعيد إلى أهل العلم أكثر من غيرهم العارف أكثر من الجاهل الوعيد في حقه فآفة العلم غالبا ما تكون من جهة الهوى والانسياك إليه تساهلا أو تأولا وأعظم بالعلم شرفا ومرتبة أن سمى الله عز وجل أمر النبوات والدلائل والمعجزات باسم العلم سبحانه جل وعلا كانت هذه صفحة اليوم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بما نعلم من كتاب الله تبارك وتعالى وصل اللهم وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم